كل الكلام اللي داير في الفترة الأخيرة دي الحقيقة مالوش أي علاقة بأشقاءنا في المغرب ومالوش أي علاقة بنادي الوداد ولا المسؤولين في نادي الوداد الكلام الحقيقة مرتبط بشكل مباشر بمسؤولية الاتحاد الأفريقي أو خليني أقولها بشكل تاني كيف تدار الأمور في الاتحاد الأفريقي لأنه السيناريو اللي تصدرت بي أو اللي وصلنا ليه في اللحظة الحالية بيثير كتير من الشبهات الفكرة مش بس فكرة تكافؤ فرص مش فكرة عدالة ومساواة بين فرقتين مفترض إنه هم السيزون ده الأكبر في أفريقيا واللي قدروا إنه هم إن شاء الله يوصلوا يعني بعد الجولة اللي جاية محدش عارف ممكن يحصل إيه من بيترو أتلاتكو مع الوداد ومحدش عارف برضو نتيجة وفاق الصيف مع الأهلي ممكن تكون إيه لكن في النهاية السيناريو اللي حصل بين الموضوع ده إزاي ترتيبه السيكوينس اللي حصل بين الموضوع بداية من شهر فبراير اللي فات لما تفتح باب الترشح للدول اللي عايزة تستضيف نهاية دوري الأبطال وكان نهاية أو قفل باب التقديم في الفترة دي معاة 28 فبراير تقريبا كانت تقدمت ثلاث دول فقط منهم نيجيريا منهم السنغال وأعتقد الدولة الثالثة كانت جنوب أفريقيا والمغرب كانت برى الصورة تماما ثم صدر قرار من المكتب التنفيذي بمد فترة التقديم أسبوع تاني أعتقد لخلال الأسبوع الأول من مارس رغم وجود ثلاث ملفات أو ثلاث طلبات من ثلاث دول أفريقية لاستضافة ملعب المباراة النهاية ليه تم مد مرحلة التقديم مرة تانية؟ ده سؤال ولماذا يتم الإعلان عن نتيجة الطلبات المقدمة في هذا التوقيت بعدما الوداد والأهل المصري قربوا جدا 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 من الوصول للمباراة النهاية وليه أيضا وده سؤال مطروح ومنطقي جدا وليه المغرب للعام التاني على التوالي تفوز بشرف تنظيم البطولة الأهم والأكبر على مستوى قارة أفريقي كلها سئلة لغاية اللحظة دي بننتظر الإجابة من الاتحاد الأفريقي عليها وإذا كان ما تم الإعلان عنه أو ما تم نشره أو الحديث عنه في وسائل الإعلان بأنه حالة غضب كبيرة جدا من قبل موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي بمجرد علمه بأنه المغرب هي اللي هتنظم المباراة النهاية أعتقد أنه يستدعي العمر أنه يتم فتح باب التحقيق مع كل اتحادات حقيقة حتى اللي تقدمت واستبعدت من الصورة بفاعل أو بغيره يعني محدش عارف لغاية اللحظة من شوية تم الإعلان أنه نجيريا هي اللي هتستضيف نهاية الكونفيدرالية وقبل ما أدخل الهوى بلحظات عرفت أنه السنغال هتستضيف مباراة السوبر شيء غير منطقي على الإطلاق يعني لعبة الكراسي الموسيقى دي كان ممكن أنها تطرح بشكل مختلف يبعد تماماً الاتحاد الأفريقي اللي أعتقد مسؤولينه للناس اللي في موقع المسؤولية همهم في المقام الأول أن هم يبعدوا أي شبهات عنهم أي حد في موقع المسؤولية ما يحطش نفسه في الموقف ده تحت أي شكل من الأشكال وفي النهاية كان ممكن يكون فيه عادة توزيع للأدوار بشكل مختلف لكن يبدو أنه فيه تربطات يبدو أنه فيه صفقات وفي النهاية مثيرة للشبهات على كل أحوال أهلي قرر يصعد ويبعث شكوى للمحكمة الرياضية ونشوف ممكن تكون أي تطورات الموضوع